طريقة فتح حساب على منصة راري بيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحمة بكم يا شباب على قناة أيوب خبيز من قبل تطرقت لكم إلى أربع منصات لبيع صور وفي الفيديو التاني قدمت لكم طريقة فتح حساب على وفي الفيديو التالت وهو فيديو اليوم قمت باختيار أحد أفضل من هذه أربع منصات التي قدمتها لكم من قبل وهي منصة راري بيل وهي تعد من أفضل منصات لبيع صور رأيت العديد يستخدم هذه المنصة وأنا أيضا أحببت أن أستخدمها لبيع صور وأنت أيضا يمكنك استخدامها أو استخدام أي منصة أخرى مثل منصة أوبن سيا وهي تعد أيضا من أفضل المواقع لبيع الصور المهم موضوعنا اليوم فقط حول طريقة التشجيل وليس طريقة تنزيل صور لبيعها داخل هذه المنصة سوف أشارك معكم طريقة فتح حساب أول شيء يا إخوان قبل أن تتطرق إلى مشاهدة هذا الفيديو إذا لم تكن تحتوي على محفظة ميتا ماسك فعليك بمشاهدة الفيديو من قبل سوف تجدون جميع الروابط داخل المدونة يا أخي الكريمة فإذا لم تكن تحتوي على ميتا ماسك فقم بإنشاءها حاليا ثم عود إلى هذا الفيديو المهم قبل أن تتطرق إلى شرح طريقة التشجيل كل ما عليك في الوم متابعة تدى الفيديو إلى آخر وده كنت دي أول مرة تشاهدون للقناة المرجوطة تلزيل الشراكة ثم تفعيل الجرس لكي تتوصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة وأيضا لا تنسوا تلزيل لايك للفيديو تشجيع لنا لنتسمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله ننقى طالع لكم فنبدأ على بركة الله انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير مرحبا يا شباب قد أتلكم من جديد دعم دي قناتي إخوان لقد اقتربنا من 11 ألف متابع وأريد أن نصل إلى 11 قبل نهاية هذا الشعر ماذا تنتظرون يا إخوان فعليكم بمساعدتي في تحقيق هذا الحلم فأبسط أشياء أنك تقوم بالضغط على زر الشراكة وتفعيل الجرس فقط لا يتطلب منك الكثير من الوقت وأيضا كثير من المجهودات المهمة الآن سوف نتطرق لشرح طريقة فتح حساب على منصة راري بيل ففي الفيديو السابق عندما كنت أفتح منصة أو عفوا محفظة ميتا ماسك كنت أستخدم جوجل كروم ولذلك سوف أستخدم جوجل كروم أيضا في فتح حساب لأن محفظة توجد داخل متصفح جوجل كروم سوف نتوجه إلى جوجل كروم يا إخوان قد قمت بالدخول إلى الموقع لكن لم أقم بالتسجيل فيه حاليا فكما ترون اسم الموقع راري بيل فهو أيضا يعد من أفضل أفضل مواقع المنصات لبيع الصور إن إفتي وتوجد العديد من الصور إن إفتي تباع داخل هذه المنصة فكما ترون هنا طوب سيلر أفضل بائعين ليوم واحد كما ترون أول شخص حصل لأزد من 159 ألف دولار وآخر شخص في المرتبة الخامسة عشر حصل لألف وتسعمائة وإحدى عشر دولار ننزل الأسفل قليلة ونكتشف هذه المنصة هنا تجد الوقت هنا الصور تباع وتجد العد التنازلي هذه تسمى بالتزايد آخر شخص يعطي مبلغ كبير رح يحصل على هذه الصورة عندما ينتهي هذا العد التنازلي أول شخص أعطى 1000 دولار وثاني شخص أعطى 3000 والآخر شخص أعطى 1020000 عندما ينتهي هذا العد التنازلي آخر شخص الذي أعطى مبلغ كبير رح يحصل على الصورة إن إفتي أنت أيضا يمكنك وضع صورتك في التزايد أو تضع سعرها متبت يعني فكس سعر ولا غير تضع 1000 دولار يشتري 1000 دولار ولا يكون هناك تزايد عليها هذا واضح ننزل الأسفل قليلا هنا أيضا تجد هذه الصورة تباع بـ 0.025 إيتريوم ربما 300 دولار أو 400 دولار أو أقل لأن عملة إيتريوم حاليا انخفضت البريحة كانت 3000 دولار والآن أصبحت 2000 دولار نعم فكما ترون المهم آآ سوفنا الآن نتطرق لطريقة التشجيل يا إخواني الكرام أول شيء يا إخوان علينا بإظهار محفظة ميتا ماسك أين سوفنا توجه نقوم بالضغط هنا تضل هنا محفظة ميتا ماسك نقوم بالضغط هنا على هذه الزر على هذا الشكل ثم تضل لنا علامة ميتا ماسك هنا يا إخوان نقوم بالضغط عليها وسوف تضل لنا المحفظة على هذا الشكل ننتظر لبضع شواني إخوان كما ترون المحفظة تضل فقط على هذا الشكل ولا يمكنك الضخور إلى متصفح والضخور إليها هكذا تضل لنا هذه المحفظة ميتا ماسك على هذا الشكل في جميع المنصات لنفتي يمكنك أيضا نعمل على متصفح فيرفوكس أو متصفح آخر شاهد الفيديو وسوف تعرف يا أخي الكريم المهم لآن سوف نتطرق لشح طريقة التسجيل نقوم بالضغط لسينك إن كما ترون هنا يطلب مننا تسجيل عن طريقة ميتا ماسك أو بايكون أو بلوكتو أو موبايل ولت ولكن أنصحكم بميتا ماسك شاهد الفيديو آه القبل الذي نزلته البارحة طريقة فاتح حساب على محفظات ميتا ماسك نقوم بالضغط عليه هادا الشكل وننتظر قليلا إخوان نقوم بالضغط على التالي على هذا الشكل ثم الاتصال هكذا سرح نقوم برابط ميتا ماسك مع هذه المنصة علينا أن نقوم نوفق على الشورط لك بقراءة هذه الشورط يا أخي الكريم على هذا الشكل توافق على هذه الشورط جميعها آآ أنا لدي أزد من ثلاثة عشر عام وأوفق على شروط الموقع أو منصة الرارئ بالز تقوم بقراءة هذه الشورط لكي تتفادى غلق حسابك وكما قلت لكم لا يمكنك النسخ صورة إن افتمي أي موقع أو جوجل وتقوم بتنزيلها على منصتك أو أو على حسابك لأن ذلك صفا يتم إغلاق حسابك نهائيا بعدها تقوم بالضغط على العلامة الصح تقوم بالضغط على بروسيد وننتظر يتم يتم الدخول مباشرة إلى المنصة يا أخوان الكرام فكما ترون ومبروك عليك والآن يتبقى لدينا شيء واحد وهو إضافة الإيميل الخاص بنا تجد هنا هذه الرسالة تقوم بالضغط على هذا الشكل وننتظر قليلا وهنا تقوم بإضافة الإيميل الخاص بك على هذا الشكل ثم تقوم بالضغط على get notified وسوف تتوصل برسالة التفعيل تظلنا هنا منصة أو محفظة ميتا ماسك سوف ننتظر ونشاهد ماذا سوف تعطينا نعم أنت بصدق التوقيع علينا أن نقوم بالتوقيع بالضغط على التوقيع نعم ننتظر لبضع ثواني إخوان الآن سوف نتوجه لحسابين على الإيميل لكي نقوم بالتفعيل المنصة نعم يا إخوان فكما تروا لقد توصلنا برسالة التفعيل للإيميل الخاص بنا تقوم بالضغط لكي يتم التفعيل حسابك يا أخي الكريم سوف ننتظر لبضع ثواني فأنا لم أقوم بالدخول إلى إلى الجوجل كروم لكي أفتح حساب الإيميل هناك فحسابي الإيميل قم بفتحه فقط في موزيلا أنا أتعامل كثيرا مع موزيلا فكما ترون تم التفعيل بالنجاح يا إخوان الآن نعود إلى جوجل كروم إلى هذه المنصة ونقوم هنا بالضغط لأدي صورة البروفيل الخاص بنا ولكي نقوم بإضافة بعض المعلومات نقوم بالضغط لإدت بروفيل وهنا تقوم بكتابة اسمك بالكامل سوف نقوم بأي الترجمة لكي نفهم كثيرا ماذا سوف يطلب منا هنا هنا تقوم بإدخال اسمك الكامل اسمك وكنيتك أيضا هنا تضع يوزرنام ليس يوزرنام أو اسم آخر ولكن اسمك مثلا لنا فهنا عندما يقوم بالدخول أي شخص إلى البروفيل تضر له تضر له كأنك لديك حساب على الفيسبوك ويريد أي شخص اللي بحث عنك يقوم بكتابة هذا الاسم أمام هذا المنصة وصف يضل البروفيل الخاص بمباشرة وهنا أخبرنا عن نفسك في بضع كلمات تتحدث عن نفسك قليلا أنا اسمي فلان من الدولة وأن أحب الرسم ولدي خبرة في الفوتوشوب وهذا وكذا وكذا ولأخير ولكن تقوم بكتابة باللغة الإنجليزية وليس بالعربية وهنا إذا أردت أن تقوم بربط حسابك التويتر داخل هذا المنصة وإذا كان لديك موقع مدونة أو موقع آخر تقوم بوضعه هنا أو تتركها فارغة وهنا تقوم بكتابة الإيمير الخاص بك تقوم بكتابته مرة أخرى الذي قمت بكتابته في الأول تقوم بالضغط لا يتأكد نعم لقد تأكد يرجى تحقق وتحقق من العنوان سوف نتوجه مرة أخرى إلى الإيمير وسوف نشاهد تم الإرسال رسالة تفعيل مرة أخرى أم لا فربما على الإنتظار أو ربما لن يرسل لنا نعود إلى موزل أو كروم ونقوم بالضغط تحديد الملف وهنا يمكنك أيضا تغيير الصورة البروفيل الخاص بك تقوم بوضع صورتك لكي يظهر البروفيل الخاص بك بشكل احترافي أقوم بالضغط لتحديد الملف فهنا يطلب منه يجب أن تحتوي على قيمة أبجدية صالحة فربما أقوم بحذف بوان إن إفتي خوبيز أضعه كما هي لدى الشكل وعوده للمرة أخرى يبدأ تحديد الملف نعم تضير نعم تم التحديد من الفك الشخص بنجاح تحديد تحديدات الآن مرئية لجميع قوم بالضغط لكي يكمل نعم وسوف تضلنا البروفيل أو صفحة رئيسية الخاصة بالحسابنا على هذا الشكل نعم فليس لدي أي صورة الآن وهنا كما قلت لكم عليك بتغيير صورة البروفيل أو إضافة صورة الغلاف تقوم بالضغط هنا سوف أقوم إذا أردت أن تقوم بتغيير هذه الصفحة إلى دارك مود تقوم بالضغط هنا لكي يظهر ذلك شيء موضح لكم كما قلت لكم يمكن لك وضع صورة الغلاف هنا تقوم بالضغط هنا لأضف الغطاء لكي يظهر البروفيل الخاص بك بالشكل الاحترافي المهم هكذا نقوم بتسجيل في حساب أو على منصة تراريبيلا بطريقة سهلة جدا ولا تنسوا أيضا مشاهدة هذا الفيديو الخاص بفتح حساب محفظة ميتاماسك لكي تقومون بالربط محفظة مع هذه المنصة أول شيء عليك بفتح محفظة ميتاماسك وثاني شيء فتح حساب على هذه المنصة أو منصة أخرى وفي الفيديو القادم إن شاء الله سوف أعركم طريقة رسم صورة NFT بدون برامج بدون استخدام فوتوشوب وبدون خبرة ومجانا للجميع المهم كان هذا هو شرحنا لهذا اليوم وإلى هنا وانتهد الفيديو وإلى فيديو آخر إن شاء الله شكرا